وجست بقى ده حكاية انه هو بقى راجل من نجوم الرياضة يعني عادة فيه مدربين كبار عدوا على كورة السلة المصرية بس هو واخد نجومية نجومية زي اللاعبين يعني مش مجرد مدرب كف يعني فرق مع الفريق الفاترة دي بشاطئ اه طبعا هو غير انه هو مدرب زكي جدا يعني هو بيعرف ازاي اللاعب لقدامه يعني هو احنا بنلعب زي منتو قلتو انه هو اربع ماتشات في وقت قلال جدا انه هو يأجرست نحط حاجات جديدة كل ماتش دي حاجة صعبة جدا وهو فعلا بالفعل عمل كده مع كل ماتش كان بيحط حاجات جديدة بيلعب المدرب اللي قدامه بيعاملنا احنا كلنا معاملة اللي هو دي ما مسترحين واخنا بنلعب فدي طبعا كلها حاجات زكية جدا بتخليه في الاخر انه هو يطلع احسن ما في اللاعب فاحنا كلنا بنطلع غير طبعا منظومته الدفاعية انه هو منظومته الدفاعية جدا انه احنا لازم ندافع فبيطلع ان احنا لازم ندافع ورجالة في الملعب فده بيطلع النتيجة اللي انتو شايفين اللي هو البطولات مش شكرا رائع جدا حد قالي كمان كابتن مرار انه هو عنده ميزة التعامل النفسي مع اللاعبين يعني اللي بيلعب واللي ما بيلعبش عشان دي النقطة مهمة وصعبة جدا ان كل الناس عايز تلعب طبعا وفي نفس الوقت انت بتلعب في النادي القالي فانت ممكن تلعب شوية ممكن ما تلعبش فأكيد هتبقى متضايق فازاي المدارب يتعامل معاك هل ده حي وص هو زكي جدا وبعدين اي حد انا ما بيقعد في شغل في حتة معينة سنة ورد تانية ورد تالتة فانت بتتعود وبتتعلم وبتعرف تتعامل مع اللي قدامك ازاي والمجال كله عمتن ازاي فهو قعد سنة قبل النادي اهلي في الدوري وبعدين جالنا هو بقى له سنتين فهو عارف الدوري ماشي ازاي عارف اللعيبها كلها بقى اسمقها في الدوري كله مش فرق الاهلي بس الدوري كله عارفه مميزات وعيوب كل واحد في الدوري مش فرقتنا بس فهو زكي جدا بيدرس الفرق اللي بتلعبها كويس جدا جدا هو بيقعد فرج على مطشات قديمة ومطشات جديدة بيحللها يعني هو بنفسه يرى ان احنا معنا محلل اداء واحصائيات وكلام لكله بس هو بيحب يشتغل حاجاتي بنفسه هو بيقصدق في شغله هو فهو بتعامل معنا طبعا مش كل يعني الفرق كلها كلها ملينا نجوم يعني طبعا في فترة تلاقي عمر بيرع فترة تلاقي فعلا فرقة الاهلي دلوقتي بتاعت البسكت كلها فعلا وكلها اسماء اسماء تحباها وبتحبها يعني كلها نجوم فهو على طول ما يخلي الفرق كلها جاهز اللي هو انت مثلا عادي النهاردة في جين فور واحد مثلا ما لعبش ترى متشطلفات وممكن في وقت حساس ينزلوا في الموتش عادي فهو ما عندوش اللي هو عشان انت مثلا ما لعبتش فانا انت برع حساباتي لا خالص ما فيش حساس ما برع حساباتي خالص بيصك في الفرق كلها اه فطالما انت موجود في فرق بقى انا بصك فيك فعلا طول حتى بقول لنا الكلمة دي يعني نصك في بعض نبليف ان احنا هنفضل بنكسب ومسيطرين وان احنا الموتش ده مش هنق حتى وإحنا خسرنين علا طول يقول لنا افو بليف ده وجنوين وجنوين حيلا فهو وبعلينا شخصيته والسرامة اللي هو بيستخدمها مع اللعيبة جزء من نجاحه ممتاز